الاعلامي علي عيسى في تصريح لبرنامج هاتريك من الان قبل مواجهة منتخب قطر اقول لمنتخب العراق هاردفك على الخسارة امام منتخب قطر المعلق الصعودي خالد الحدي في تصريح صحفي تذكروها يا اهل العراق سيأتي اليوم من الايام وتشاهدون لاعبا عراقيا بشعار نادي ريال مدريد لا شيء يكون بعيد عن المواهب العراقية العراق مصنع اللاعبين المواهب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع سوداني يستقبل رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ويقدم دعمه الكامل لدوري المحترفين اضافة الى دعم المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات خارجية وخاصة المنتخب الوطني الذي يستعد لتصفيات كأس العالم وبطولة كأس اسيا حارس المنتخب الولمبي كاميل سعد يوقع الكترونيا على كشفات القوة الجوية لتمثيل الفريق في الموسم القادم لاعب القوة الجوية مهند عبد الرحيم يطلب بطاقة الاستغناء من النادي من اجل الانتقال الى نادي الزورة بعد توقيع ايمن حسين لنادي القوة الجوية لكن ادارة النادي رفضت ذلك يجب ان تكون رقابة على البرامج الرياضية البعض لديه برنامج يحث على الفتنه والتفرقه ويسيء للعبين المغتربين ولعوائلهم وهناك كلمات بذيئة لا تليق بان تكون في برنامج رياضي بعض العوائل العراقي في اوروبا يشاهدون تلك البرامج ويصبح لهم تخوف من ان يرسلوا ابنائهم للمنتخب هذا ما وصل لنا من بعض عوائلهم وذلك بسبب الصورة التي ترسمها لهم تلك البرامج ماذا تستفاد عندما لا تتمنى الخير لبلدك في المغرب والجزائر لا يوجد برنامج يسيء للمغتربين بل الكل يدعمهم لانهم ابناء الوطن المدرب العراقي الشهير علي وهيب في تصريح اللاعب علي الحمادي هو مهاجم العراق الاول حتى افضل من ايمن حسين المنسق الاعلامي محمد عماد في تصريح لم يتم توجيه الدعوة الى يوسف الامين للمنتخب العراقي ويمكن استدعاء اللاعب مستقبلا من قبل المدرب الاسباني في سوسكاساس النجم العراقي السابق حبيب جعفر في تصريح صحفي السعودية اول الدول العربية التي ترفض من ان العراق يستضيف كأس العالم وهي من تمشور صور سلبية عن العراق وعن الاوضاع الامنية في العراق واضاف في يوم من الايام كنا في برنامج على قناة الرياضية السعودية وبدأنا النقاش حول موضوع العراق واستضافة كأس العالم 2036 حيث جاء الرد من زميلي المحلل السعودي قائلا لا يمكن للعراق استضافة كأس العالم الى بموافقة وزير الشباب والرياضة السعودية وكان رؤية وزير الشباب والرياضة السعودي لا يمكن اقامة مثل هكذا حفل كروي عالمي في العراق لان العراق بلد غير ملبي للطموح الرياضي ولا يمتلك المؤهلات اللازمة وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع في منشور قائلا على بركة الله افتتحنا اليوم اكاديمية ريال مدريد في بغداد نسعى لتفعيل الاستثمار الرياضي الحقيقي من اجل تطوير الرياضة في البلد عبر جذب الاندية والمؤسسات الرياضية العالمية لفتح فروعها في بغداد وهذه رسالة الى كل العالم ان بغداد امنة ومهيئة لاحتضان رياضي العالم وانديته ونسعى لفتح فروع اخرى لاندية عالمية اخرى في بغداد وبقية محافظاتنا العزيزة دافع المدرب العراقي سعد حافظ عن مدرب منتخب العراق الاول الاسباني فيسوس كاساس بخصوص استدعائه لاعب رديف فريق ستوك سيتي الانكليزي علي حيدر للقائمة المشاركة في بطولة الاردن الدولية التي ستقام في عمان شهر اكتوبر تشرين الاول الحالي بمشاركة اصحاب الارض وايران وقطر وتحدث حافظ في تصريح خاص لموقع العراق قائلا مسألة استدعاء حيدر لصفوف المنتخب العراقي هي في النهاية قناعة مدرب ويجب ان تحترم فالمدرب من يملك القرار في هذا الشأن وعليه ان ندعن قراراته ونحترم خياراته لانه المسؤول الاول والاخير عن ذلك ولم يكن المدرب الوحيد الذي يستدعي لاعبا شبا للمنتخب الوطني وعليه لا بد من احترام هذا القرار وكان الاسباني كاساس قد اصر على ضم الموهبة العراقية الشبة ابن السابع عشر ربيعا على الرغم من استبعاده عن تمثيل منتخبي الشباب والاولمبي في الاستحقاقات السابقة واضاف المدرب العراقي الذي قاد فريق النجف في الموسم السابق من الضروري ان يأتي كاساس بلاعدين جدد بقناعة فنية تامة وليس من اجل التجريب فقط لان المرحلة قصيرة للغاية من اجل التحضير لتصفيات كأس العالم الفين وستا وعشرين وكذلك لمنافسات كأس اسيا المقبلة لان بطولة الاردن محطة مهمة للاستقرار كونها اخر مواعيد المباريات الودية ضمن اجندة الفيفا وبخصوص استبعاد المحترف في الدوري السويدي باشان عبدالله واستدعاء مهند علي العائد من الاصابة مكانه اوضح حافظ ان كاساس اصبح على دراية كاملة بالمستوى الفني الباشانبو ويرى ان مهند علي هو الاجدر في الحضور في قائمة منتخب العراق الى جانب ايمن حسين وعلي الاحمادي وقال مساعد مدرب منتخب العراق الاولمبي السابق عن مخاوف بعض المحللين الفنيين في بلده بخصوص الاداء العام لخط الدفاع حيث يرى ان مركز الدفاع للمنتخب العراقي غير مقلق خاصة مع عودة محترف ابها السعودي سعد ناطق في المرحلة المقبلة ما يجعل الدفاع مميزا في كأس اسيا قطر 2023 قصي هاشم في تصريح لبرنامج المايسترو استغرب تواجد اللاعب علي حيدر مع المنتخب الوطني لان اللاعب ما زال صغير هل من المعقول ان الاسباني كاساس يفتهم اكثر من راضي شنيشل وعماد محمد انا لا اتوقع ذلك لان المدرب راضي شنيشل وعماد محمد هم من اعرف وضرب مستوى اللاعب علي حيدر كما نوهنا سابقا ايمن حسين خارج اسوار نادي الرجاء البيضاوي واللاعب يقترب من العودة الى عش السقور احتراف مخيب لمهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين المستوى الفني كان هو السبب في فسخ عقد اللاعب حسب ما تداول بعد فسخ ايمن حسين عقده بالطرابي خاص وحصري لموقع المستديرة الرياضية بسبب عدم دفع قيمة الاستغناء المتفق عليها بين الناديين صفقة انتقال حسين عماري الى الطلبة قد لا تكتمل حيث طلبت ادارة نادي نفط البصرة من اللاعب ترك نادي الطلبة والعودة الى صفوف فريقها على الرغم من تقديمهم اروع المستويات يبقى السؤال الذي حير الجميع ما هي اسباب استبعاد ابرز اللاعبين احمد ياسين واندريه الى صناتي عن المنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر